اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن زيادة البوتاسيوم في الدم او الهايبركالميا وازاي نتعامل معها في الطوارئ لو عيان جالك وعمل تحليل والبوتاسيوم بتاعه عالي وانت خايف عليه وخايف على القلب بتاعه لا يحصل له أريزميا او يحصل له أريست او اي حاجة من الحاجات دي نتعامل معاه ازاي موضوع الكالسام جولوكونيت وموضوع الانسولين جولوكوز والحاجات دي يعني وطبعا دي حلقة مخصصة للأطباء حديث التخرج وما تنساش في البداية اعمل لايك الفيديو لو انت من الناس اللي وقتها مشغول ومستعجل بقى وعايز تدخل على العلاج على طول يبقى قدم الفيديو ده عند الدقيقة دي بالزبط لكن لو عايز نصيحتي خليك معايا من بداية الفيديو عشان نعرف ايه هي أسباب زيادة البوتاسيوم أصلا ونبدأ نعالجها ونعرف ايه الفحوصات اللي نطلبها للمريض ده لانه كل ده هيفيدنا المريض لو جالك البوتاسيوم بتاعه عالي وعملت الحاجات اللي احنا هنقول عليها فدي كلها طرق مؤقتة عشان ننزل البوتاسيوم ولازم نعالج السبب الرئيسي فلازم تسمع معايا الحلقة كلها هتستفيد ان شاء الله وهتتبسط بص يا سيدي البوتاسيوم الطبيعي في جسمنا المفروض ديكون كام من ثلاثة ونص لخمسة ميلي اكوفيلانت برليتر واحيانا يقولوا لحد خمسة ونص والبوتاسيوم لو زيت في جسم الانسان بشكل كبير وبشكل سريع ده بيكون خطر جدا وبنخاف على قلب المريض ده انه يحصل فيه اي رفرفة او قرزمية او يحصل له قرست ممكن يتوقف عضلة القلب وهي دي النقطة اللي الكل بيدور عليها والكل عايز ازاي نعالج المريض ده لكن لو كان الارتفاع ده بشكل بطيء وارتفاع بسيط فممكن يجيب اعراض تانية فالمريض ممكن يبقى معاه الام في العضلات بتاعته ممكن يبقى معاه قيء وغثيان ممكن يبقى معاه الام في الصدر او رفرفة احيانا بتيجي بلبتيشن في القلب ممكن يبقى معاه ضعف في العضلات وحاجات زي كده دي في الحالات المزمنة اللي البوتاسيوم بيكون فيها مرتفع بس مش كتير وبشكل بطيء لكن انت طبعا بتدور على الحالة الشديدة اللي في الطوارئ اللي هنتكلم عنها ودلوقتي خلينا نتكلم عن الاسباب الشخص اللي عنده ارتفاع في البوتاسيوم ايه اللي رفع البوتاسيوم عنده من الاساس ممكن يكون فيه زيادة في الانتيك المريض بياخد بوتاسيوم كتير سواء في الطعام مثلا بعض المرضى اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم الناس ينصحوهم يقول لهم كله موز كتير الموز الموز فيه بوتاسيوم كتير وبيوط الضغط او ممكن المريض نفسه يكون بياخد بوتاسيوم مقويات فيها بوتاسيوم او ممكن يكون بياخد ادوية فيها بوتاسيوم زي البنسيلنجي او ممكن يكون مريض وبيتنقله دم بشكل كتير خصوصا لو الدم ده كان مخزن لفترة طويلة الدم كل ما يتخزن كل ما نسبة البوتاسيوم جواه بتزيد فكل دي حاجات بتزود الانتيك المريض بياخد بوتاسيوم زيادة بس طبعا نقطة الانتيك لوحدها غالبا ما بتعملش هايبركاليميا لو كانت الكلا شغالة كويس بمعنى ان الانسان لو بيأكل بوتاسيوم كتير والكلة بتاعته طبيعية فغالبا البوتاسيوم مش بيزيد في الدم عنده لكن لو في مشكلة في الكلا بين البنين كده وبياخد بوتاسيوم كتير ممكن طبعا البوتاسيوم يرفع في الدم يبقى اول سبب من اسباب زيادة البوتاسيوم هي زيادة الانتيك السبب التالي هو قلة الاخراج decreased excretion وطبعا هنا السبب الرئيسي اللي المعظم بيشوفه هي لو في مشكلة في الكلا renal failure فشل في وظائف الكلا وغالبا بيحصل زيادة في البوتاسيوم لو الجي اف ار اقل من 20 او 25 ملي في الدقيقة في الوقت ده الانسان بيبقى عرضة لزيادة البوتاسيوم وطبعا ايه الامراض اللي تعمل كده في الكلة؟ طبعا من اشهر الامراض السكر ديابيديس والضغط هايبرتينشن وحاجة مثلا زي البوليسيستيك كيدني ديزيز وبعد الامراض الاخرى اللي ممكن تؤثر على الكلة زي السيستيمي كلوباس الزئبة الحامرة وغيرها وغيرها فاي مشكلة تؤثر على الكلة وتعمل كورونيك كيدني ديزيز وتبدأ تعمل فشل في وظائف الكلة ممكن تعمل زيادة في نسبة البوتاسيوم في الدم كمان في بعض الادوية تقلل اخراج البوتاسيوم زي مثلا الاس والاربس ودي ادوية مهمة جدا لمرضى ارتفاع الضغط كتير بياخدوها زي الاينالابريل والفالزارتان والأولميزارتان والحاجات دي كمان البوتاسيوم سبيرنج دايريتيكس اللي هي مدرات البول من النوع اللي بتحبس البوتاسيوم زي مين سبيرونولاكتون طبعا وغيرها من الادوية يبقى فيه ادوية بتقلل اخراج البوتاسيوم وبالتالي مستوى يزيد في الدم كمان لو فيه انسداد في المجرى البولي في المسالك البولية راجل كبير مثلا وعنده برستاطا فالبرستاطا قفلة على المسانة وعلى القناة البولية يعني وعملة ارتجاع للبول ففيه كورونيك اوبستركشن فده ممكن يؤدي الى قلة اخراج البوتاسيوم ويؤدي الى فشل في وظائف الكلة كمان لو مريض عنده الالدستورون قليل لاي سبب بقى مش هندخل في التفاصيل واسباب تانية ممكن تقلل اخراج البوتاسيوم وبالتالي مستوي يزيد في الدم يبقى كده البوتاسيوم ممكن يزيد ياما بزيادة الانتيك ياما بقلة الاكسيكريشن ياما المشكلة التالتة اللي تعمل زيادة البوتاسيوم في الدم حاجة اسمها يعني البوتاسيوم ده المفروض معظمه يكون داخل الخلايا فلو حصل مشكلة ما فالبوتاسيوم ده ممكن يخرج من الخلايا الى الدم وبالتالي مستوي يزيد في الدم ايه المشاكل اللي تعمل اكسترا سيلولار شيفت اول حاجة الهايبر جليسيميا ارتفاع السكر الكبير عشان انكريز دي اسمولاليتي بتاعة الدم كمان الاسيدوزيز اللي هي حامضية الدم لأي سبب واحد عنده غيبوبة سكر مثلا مرتفع دي كي ايه ممكن ده يزود البوتاسيوم كمان الديجيتاليس دوكسيستي الناس اللي بتاخد ديجوكسن لو عندهم تسمم منه ممكن يعمل كده وكمان الاكيوت تيشو بريكداون او الامراض اللي بتكسر في الانسجة وفي العضلات حاجة مثلا زي الهيموليسيس الانيميا التكسيرية احيانا حاجة زي تيومر لايسيس سندروم الناس اللي عندها سرطانات ويحصل معها تيومر لايسيس سندروم بعد ما تاخد كيموثيرابي مثلا او الناس اللي معها رابدوميوليسيس يبقى السبب التالت اللي يعمل زيادة البوتاسيوم في الدم هو خروج البوتاسيوم من الخلايا الى الدم وطبعا ممكن يبقى فيه ميكس بين كذا نوع من هذه الانواع يعني مثلا مريض عنده عنده مشكلة في وظائف الكلا على المدى الطويل وفي نفس الوقت بياخد ادوية للضغط زي الاس او الاربس وفي نفس الوقت بياكل بوتاسيوم كتير في الطعام بتاعه مثلا يعني فممكن يبقى فيه كذا عامل يشارك في ارتفاع البوتاسيوم في الدم وعشان كده بقولك لازم تعرف معايا الاسباب عشان لما نيجي نعالج المريض ده نشوف كل الاسباب دي واللي موجود منها نعالجه مش نعالج مؤقتا فقط فركز معايا وصح صح طيب بالنسبة للفحوصات المريض اللي جاي وعنده ارتفاع في البوتاسيوم هتعمله فحوصات ايه اولا قبل اي حاجة وقبل اي علاج لو مريض انت شايف ان ما عندهش ولا سبب من اسباب ارتفاع البوتاسيوم والمريض كويس كلينيكالي كويس مفيش اي مشاكل معايا ورسم القلب بتاعه كويس يبقى ما تبدأش اي علاج غير لما تعيد التحليل لان احيانا ربط التورنيكي لما ييجي ياخد التحليل يربطه جامد على دراعه واحيانا يخبطه على الوريد فممكن ده يعمل هيموليسيز اصلا ويديك اراية غلط ان البوتاسيوم عادي فلازم تتأكد من البوتاسيوم خصوصا لو مفيش معاك اي اعراض لارتفاع البوتاسيوم ورسم القلب تمام والعيان ما عندوش اي حاجة يبقى نتأكد الاول من التحليل ونعيده طيب خلاص لا ده مريض وانت بتأكد ان البوتاسيوم بتاعه عالي يبقى هتعمل له فحوصات ايه اول حاجة طبعا رسم قلب لازم على طول رسم القلب عشان احنا خايفين على القلب فنشوف هل في اي تأثيرات من البوتاسيوم العالي ده على القلب ولا لا هتشوف ايه في رسم القلب بقى ممكن تشوف اشهر حاجة اللي الناس عرفها كلها هيبر اكيوت تي يعني تلاقي تي ويف طويلة في لدات كتير زي في واحد واثنين وتلاتة وكده بيك تي ويف وفي بعض الحالات كمان لما البوتاسيوم يكون عالي ممكن نلاقي استي سيجمنت دي بريشن استي سيجمنت نلاقيها نزلة لتحت وبعض الحالات ممكن يبقى فيها كيو ار اس وايدنينج الكمبليكس اللي هو كيو ار اس كومبليكس المفروض يكون ثلاث مربعات صغيرة او اقل لا نلاقيه بدأ يوسع كمان ممكن نلاقي البي ويف بقت قليلة يعني بقت وطيال تحت شوية او ابسنت في الحالات الشديدة اكتر ممكن تلاقي البي ويف اختفت فدي كلها تغييرات ممكن تلاحظها على رسم القلب وطبعا المريض بتاعك بتحطه على منتور وخلي بالك ان ممكن يحصل اي ارزمية او حتى يحصل ارست بدون مقدمات طالما البوتاسيوم عالي بشكل كبير وفي وقت قصير مثلا وممكن يحصل كمان برادي كارديا يعني ضربات القلب تبقى بطيئة جدا كمان من الفحوصات انك طبعا لازم تقسل السكر عشان زي ما قلنا الهايبرجليسيميا بيعمل ارتفاع في نسبة البوتاسيوم وعشان نشوف هل ممكن يكون في دي كي اي ولا لا كمان صورة دم كاملة نشوف فيه اي انفكشن تكون سبب او اي حاجة تانية صورة دم كاملة كمان طبعا لازم نعمل وكرياتينين ووظائف الكلا وطبعا لازم نقيس ال EGFR اللي هي نقيس قدرة الكلة على فلترة الدم عشان نقيم وظائف الكلا ما احنا قلنا السبب الرئيسي والاشهر اللي يعمل كده هو الكدني فيلير او فشل في وظائف الكلا او ممكن نعمل كرياتينين كيليرانس بس ده قليل شوية دلوقتي الاكتر استخداما هو عن طريق معادلتين طبعا اللي احنا عارفينهم MDRD او CKDABI او ممكن تخلي المعمل يحسبها لك وخلاص هي معادلة بتتعمل على النت سهلة جدا وفي فيديو عن وظائف الكلا هتقدر تشوفه هنسيب لك الرابط بتاعه تحت كمان ممكن نعمل تحليل اللي هو Urine Potassium وEsmolality ولو ان ده مش بنعمله كتير يعني هنا لكن هو تحليل مهم جدا بنشوف نسبة البوتاسيوم اللي خرجت في البول قد ايه عشان لو خرجت كمية طبيعية فده معناه ان الكلا شغالة كويس بتخرج الكمية الطبيعية من البوتاسيوم لو كانت قليلة ممكن ده يقول لك ان الكلا مش شغالة كويس والسبب في الكلا بس كل ده بشرط ان الEsmolality ما تكونش عالية لان الEsmolality لو عالية اكتر من 700 ممكن تديك اراية غلط ان البوتاسيوم بينزل كويس في البول لان هو اصلا التركيز عالي فيديك اراية غلط ان البوتاسيوم عالي في البول فالمهم ان انت بتعمل بوتاسيوم فلو كان النتيجة اقل من 20 فده غالبا في مشكلة في الكلا والكلا لا تخرج البوتاسيوم بشكل كويس لو كان البوتاسيوم 40 او اكتر فده غالبا يقولك ان الكلا شغالة كويس بشرط ان الEsmolality ما تكونش اكتر من 700 كمان طبعا ممكن نحتاج ABG غازات في الدم الشرياني للمريض عشان نشوف هل في اسيدوزيس حامضية هل في دي كي اي ولا لا كمان لو ما فيش سبب واضح قدامك ممكن نعمل تحليل بول عادي عشان نشوف في اي جولومرول افكشن ولا لا اي مشكلة في الجولومرولاي في الكلا ولا لا يعني مثلا هل في بروتونوريا هل في هيماتوريا هل في كاستس ولا حاجة تقولك ان في مشكلة في الكلا لو كان السبب مش واضح بالفحوصات اللي قلنا عليها لو شكيت بقى في تيومر لايسيس سندروم بقى ممكن تعمل يوريك اسد ممكن تعمل فوسفرس اما لو شكيت في الرب دوميوليسز فممكن تعمل كرياتينين كينيز مثلا وممكن تشوف المايو جلوبين في البول تحليل البول تشوف فيه مايو جلوبين ولو انت شاكك ان الحالة هيبو ألدسترونيزم يعني الألدستيرون قليل فممكن تطلب له تحليل كورتيزول وتحليل ألدستيرون ليفل لكن دي تحليل مش بنطلبها في معظم الحالات المعظم اللي احنا بنطلبه طبعا هو رسم القلب وقياس السكر والأي بي جي ووظائف الكلى طبعا وتحليل بول وصح صح معي وما تنامش ودلوقتي هنتكلم عن العلاج فلو انت كنت من الناس المستعجلة وقدمت الفيديو ووصلت هنا فحمد الله على السلام أهلا بي زي ما قلنا لو مريض جالك وعنده ارتفاع في البوتاسيوم بسيط لكن ما فيش أي أعراض وما فيش سبب واضح قدامك فعيد التحليل قبل البدء في أي علاج لكن لو انت خلاص تأكدت ان التحليل عالي أو المريض عنده أعراض تقولك ان فيه فعلا زيادة في البوتاسيوم فاحنا هنعالج على حسب شدة ارتفاع البوتاسيوم وعلى حسب خوفك على المريض زي ما قلنا لو المريض جاي وكان ارتفاع البوتاسيوم بسيط وما فيش أي مشكلة في رسم القلب والارتفاع ده يعتبر مزمن فالعلاج بتاعه هيبقى بطرق بطيئة زي مثلا ان انت تعالج السبب من ضمن الأسباب اللي اتكلمنا عليها كلها وممكن تديله مدرات بول من اللوع اللي هي لوب ديوريتيكس وممكن تديله حاجة اسمها باعت الأدوية بياخدها عن طريق الفم تمسك في البوتاسيوم وتمنع امتصاصه من الجهاز الهضمي وينزل في البراز والحاجات دي هنتكلم عنها في نهاية الحلقة اما لو الارتفاع نفسه جديد مثلا البوتاسيوم معدي ستة ونص او معدي سبعة وعملانه رسم قلب وبدأ يظهر فيه تغييرات في رسم القلب نتعامل معاه ازاي البيكت تي ويف الكيو ار اس بدأت توسع البي ويف بتختفي نعمل ايه مع المريض ده فالموضوع خطر ولازم نتعامل معاه في الطوارئ وغالبا هو ده الجزء اللي انت داخل تتفرج عليه اول حاجة المريض ده المفروض يتحجز عناية مركزة ونركب له اي في لين كان يولا طبعا ونحطه على مونيتر فورا بعد كده اول نقطة بنعملها ان احنا بنحمي القلب من تأثير البوتاسيوم عن طريق ان احنا بندي للمريض ده كالسيوم جولوكونات حقا اسمها كالسيوم جولوكونات ودي دورها خلي بالك ان هي تحمي القلب من تأثير البوتاسيوم وليس خفض البوتاسيوم هي بتعمل حاجة اسمها بتحمي القلب من تأثير البوتاسيوم فبنجيب الأنبول كالسيام جولوكونيت اللذيذ بتاعنا ده هو بيبقى عشرة ميلي بنديه وريد على مدار دقتين أو ثلاثة وريد ببطء وفي البراجتس يعني أو في العملي ساعات بنحطه على 100 سنطي محلول ملح والمشيء على مدار عشر دقائق لكن ممكن تديه وريد ببطء على مدار دقتين أو ثلاثة الأنبول اللي اندت ديته للمريض ده مفعوله بيبدأ في دقائق وممكن يستمر الحد 30 دقيقة طبعا انت هتكون ابتديت تشتغل في الحاجات التانية اللي اتخفض مستوى البوتاسيوم زي ما هنعرف لكن هو بيشتغل بسرعة ومدة شغله تقريبا حوالي نص ساعة فممكن بعد نص ساعة لو لسه فيه تغيرات في رسم القلب ولسه البوتاسيوم عالي ممكن نتكرر الجرعة وخلي بالك بس لو الحالة كانت ديجيتاليستوكسيستي ففي الحالة دي يفضل ان احنا ندي ماغنسيوم سالفيت وليس كالسيام جولوكونيت بجرعة 2 جرام على مدار 5 دقائق طب انا دلوقتي عايز انزل مستوى البوتاسيوم اعمل ايه بقى اول نقطة والاشهر على الاطلاق ان انت هتدي للمريض بتاعك انسولين مع جولوكوز الانسولين لوحده بيعمل انتراسيلورشفت بيدخل البوتاسيوم داخل الخلايا تاني ومفيد لكن بيردي معا جولوكوز عشان ما يحصلش هايبو جليسميا طبعا هتديه ازاي هتجيب عشر وحدات انسولين مائي زي الاكترابد مثلا ونحطهم على خمسين سانتي من الجلوكوز اللي هو خمسين في المية ولو مش متاح عندك تركيز خمسين في المية فممكن تحط مثلا ماتين وخمسين سانتي من جلوكوز عشرة في المية ونحط عليهم العشر وحدات انسولين ونعلقوا للمريض انفيوجن على مدار تقريبا اربع ساعات فتأثير الجلوكوز انسولين ده ممكن يبدأ بعد عشرين دقيقة مثلا وممكن يستمر من ساعتين لست ساعات وطبعا مش عايز انبهك ان الجلوكوز الخمسين في المية بيبقى قرت انت هو كمان يعني ممكن يعمل التهابات في الاوردة عشان كده ممكن ندي وراه صلاين فلاش تدي وراه يعني شوية صلاين كده يخسله الوريد كمان مش عايز انبه عليك ان المريض ممكن يدخل في هايبوكليسميا انخفاض في السكر فلازم نقيس السكر للمريض كل ساعة او لو حصل معه اي اعراض عشان لو كده نزود نسبة الجلوكوز وحتى بعد ما نوقف الانفيوجن لازم نقيس السكر لحد ست ساعات وكمان طبعا لازم نقيس مستوى البوتاسيوم في الدم ممكن بعد ساعة وبعدين بعد ساعتين وبعدين بعد 4 ساعات وبعدين بعد 6 ساعات وهكذا لأن احنا برضو مش عايزين نوصل للاهايبوكليميا لازم نخلي بالنا ان احنا عايزين ننزل البوتاسيوم لكن ما ندخلوش في انخفاض البوتاسيوم يبقى ده الجلوكوز انسلين 10 وحدات انسلين مائي على 250 سنتي جلوكوز 10% وممكن نحتاج نكرر الجرع لان احنا بنتابع المريض بتاعنا زي ما قلنا لو لقينا البوتاسيوم لسه مرتفع ممكن نكرر الجرع بعض الناس ممكن تمشي على continuous infusion يعني ممكن تستمر الفترات طويلة من الانسلين جلوكوز كمان من ضمن العلاجات اللي انا بعملها عشان هنزل البوتاسيوم في الدم هي جلسات الفاركولين ممكن ادي للمريض بتاعي جلسات فاركولين سلبوتامول الفاركولين من اثاره الجانبية انه بيعمل انترا سيلور شيفت انه يدخل البوتاسيوم داخل الخلايا لكن برضو من اثاره الجانبية انه بيعمل تاكي كارديا سرعة في ضربات القلب وانه ممكن يعمل تريمورس ممكن يعمل رعشة فنخلي بالنا واعطاء جلسات الفاركولين اصلا مختلف عليها شوية لكن عموما انا شايف انه ما يدرش ممكن نعمل للمريض جلسة او اتنين تساعد معانا في العلاج ان هي تدخل البوتاسيوم داخل الخلايا كمان من ضمن العلاجات اللي بنديها عشان ننزل مستوى البوتاسيوم ده هو مدرات البول من النوع لوب ديروتكس اللي هو زي اللازكس مثلا فيروزمايد لو المريض وظائف الكلا بتاعته كويسة وبيجيب بول فانا ممكن اديله أمبول او أمبولين من اللازكس اللي تركيزه 40 ميلي جرام بديه له IV طبعا لان ده هيزود اخراج البوتاسيوم في البول لكن ممكن احتاج اعلق للمريض ده محلول ملح عشان ما يحصلش هايبوفوليميا كمية السويل في جسمه تقل فانا بديله اللازكس من ناحية ينزل البول وينزل معه بوتاسيوم لكن اعوض بمحلول ملح من ناحية تانية ما فهوهش بوتاسيوم اما لو كان المريض عنده فشل في وظائف الكلا فغالبا هيحتاج جرعات عالية قوي من اللازكس ده او الفروزمايد عشان يحصل اضرار البول اللي انت عايزه فهيبقى الموضوع صعب شوية كمان من ضمن العلاجات اللي بتنزل مستوى البوتاسيوم في الدم هو سوديوم بايكربونات اللي احنا بنديه لما يكون في حالات حموضة في حموضة في الدم زي في الديكي ايه مثلا بس طبعا ده بيكون بحرص شوية لان احنا بنخاف من الالكالوزيس انه يعكس الموضوع يحصل الالكالوزيس وبنخاف من الفلاويد ريتنشن او يعمل احتباس سوائل في الجسم ولو ان السوديوم بايكرب حتى لو مافيش حموضة فهو بيساعد ان البوتاسيوم يدخل داخل الخلايا وبالتالي مستويه اللي في الدم لكن عليه كلام كتير برضو ندي ولا ما نديش فينصح اكتر ان احنا ندي السوديوم بايكرب لو كان فيه سيفير اسيدوزيس هيساعد الاسيدوزيس من ناحية وهيساعد البوتاسيوم ان يدخل داخل الخلايا من الناحية التالية وكمان بيساعد الكلة ان هي تخرج البوتاسيوم في البول الجرعة بتكون للكبار غالبا امبول اللي هو 50 ميلي اكويفلنت بيكون وريد بنيديه وريد على مدار 30 دقيقة نحطه في السيرنج بامب ونمشيه على مدار 30 دقيقة اما لو كانت الحالة جديدة قوي فممكن نسرعه ونخليه على مدار 5 دقيقة يبقى لحد دلوقت تكلينا في العلاج ان احنا بنحمل قلب ندي للمريض كالسيوم جولوكونيت بننزل مستوى البوتاسيوم بكزة طريقة اهمهم على الاطلاق ان انت تدي انسولين مع جولوكوز ممكن كمان جلسات الفاركولين ممكن كمان اللازكس مع محلول ملح وممكن السوديوم بايكارب في بعض الحالات فلو الطرق دي كلها الحمد لله قدرنا من خلالها ان احنا ننزل مستوى البوتاسيوم ورسم القلب بتاع المريض دي تزبط والامور بقى التمام فممكن بعد كده نمشي على المدى الطويل بقى ننشوف المريض بقى الاسباب ايه بالزبط ونبدأ نعالجها يعني مثلا لو كان بياخد بوتاسيوم في الطعام نقلله بياخد ادوية فيها بوتاسيوم نقللها لو عنده مشكلة زي السكر او الضغط او اي مرة تاني نعالجه بشكل كويس عشان وظائف الكلة تتحسن شوية لو بياخد ادوية بترفع البوتاسيوم زي الاس او الاربس او البوتاسيوم سنوقفها يعني نشوف كل الاسباب اللي تكلمنا عليها اللي ممكن تساعد في ارتفاع البوتاسيوم ونوقفها كمان ممكن نبدأ نديله حاجة اسمها وهنتكلم عنها بعد شوية اللي هي الادوية اللي بتمنع امتصاص البوتاسيوم في الجهاز الهضمي وتخليها تنزل في البراز اما لو المريض لم يستجيب بالقدر الكافي للحاجات اللي احنا عملناها دي كلها يعني عملنا النقل دي كلها ومازال البوتاسيوم مرتفع ومازال رسم القلب فيه تغييرات يبقى في الحالة دي لازم طبعا غسيل كلوي يبقى المريض لازم يدخل يغسل كلة والحد ما يدخل غسيل الكلة بنستمر على هذه الاجراءات ما تقولش خلاص المريض هيدخل يغسل كلة وإحنا رتبنا مع قسم الكلة مثلا وهيدخل بعد نص ساعة ولا بعد ساعة واسكت لا استمر على نفس الخطوط العلاجية بالزبط استمر في الانسولين مع الجلوكوز اشوف الكالسيم جلوكوينيت محتاجه تاني ولا لا استمر في مراقبة البوتاسيوم عشان احمي المريض لحد ما يدخل الغسيل الكلوي ها نمت ولا لسه صاحي كده احنا اتكلمنا عن الحالة الشديدة اللي هو في الطوارئ المريض جاه وإحنا عايزين نحمل قلب بسرعة وخايفين من ارتفاع البوتاسيوم الشديد وفيه تغيرات في رسم القلب طيب نتكلم بقى عن الحالة التانية افرض المريض مع ارتفاع بسيط في البوتاسيوم جاي مثلا ببوتاسيوم ستة ورسم القلب بتاعه طبيعي وزي الفل مفيش حاجة نعمل ايه بقى المفروض طبعا المريض ده بيتعامل مع طبيب الكلة اللي رفع في البوتاسيوم ويبدأ يعالج فيه ولو فيه اي حاجة بتزود البوتاسيوم نمنعها ولو فيه ضغط او سكر او اي مرض مزمن تاني نعالجه بشكل كويس وممكن نبدأ معاه بالكاتايون اكس تشينج ريزنز زي مثلا سوديوم بوليستيرين سالفونيت اللي هو عندنا في مصر باسم ريزينو كاتين بندل المريض بتاعنا مكيال مرتين او تلاتة يوميا لكن ده تأثيره بطيء شوية عشان كده مش بنستخدمه في الطوارئ ودوره انه بيمسك في البوتاسيوم ويخليه يخرج مع البراز والجسم لا يمتصه لكن تخلي بالك المريض لو عنده امساك او اي مشكلة في القولون او الجهاز الهضمي وفيه عرضة للامساك نتجنب هذا الدواء لان ليه سايد افكت خطير في بعض الحالات نادرة لكن ممكن تحصل ممكن يحصل انتستاينال نيكروزيس فنخلي بالنا من المريض بتاعنا فيه نوع تاني اسمه باتيرومير الاسم التجاري بتاعه فلتازة وده FDA Approved فكرته نفس الفكرة انه بيمنع امتصاص البوتاسيوم في الجهاز الهضمي ويمسك فيه وينزل في البراز وبرضه ده تأثيره بطيء عشان كده مش بيستخدمه في الطوارئ لكنه كويس جدا على المدى الطويل كمان يقال انه ممكن استخدمه لو بعض المرضى لازم ياخده اس او اربس مثلا المريض عنده هارت فيليار فشل في وظائف القلب ولازم ياخد اس او اربس فممكن استخدم الفلتازة ده مع هؤلاء المرضى كمان فيه نوع اسمه باسم له كلمة في السوق لكن ده غالي جدا برضه هو FDA Approved وبرضه تأثيره بطيء عشان كده لا يستخدم في الطوارئ وبرضه ينفع استخدمه لو المريض لازم ياخد اس او اربس ومش هقدر اوقفهم ممكن استخدمه معهم بعد المرضى اللي عندهم نقص في الالدستيرون من الاساس ممكن اديهم فلور هيدرو كورتيزون ويبقى كده خلصنا حلقاتنا النهاردة بس فيه نقط مهمة كده هنبه عليها بسرعة احيانا نحتاج التدخل الجراحي لو كانت المشكلة جراحية هي اللي عملت ارتفاع في البوتاسيوم يعني مريض عنده Schemic Gut عنده خسور في الدم اللي رايح للامعاء يبقى يدخل استكشاف مريض مثلا عنده Compartement Syndrome يدخل برضه جراحة يعني اي سبب تاني جراحي يبقى يدخل جراحة كمان ممكن يبقى فيه مضاعفات من العلاج اتكلمنا عنها اثناء الشرح بس دي صورة برضه كده عشان تفتكرها زي الهايبو جليسميا الهايبو كاليميا اتكلمنا عن الحاجات دي تخلي بالك منها كمان طبعا لو جالك المريض ده في الاستقبال فاستدعي طبيب الكلا فورا لو متاح عندك طبيب كلا يعالج معاك الحالة كمان ممكن طبعا تستدعي طبيب القلب خصوصا لو كان المريض ده عنده Refractory Radicardia يعني عنده بطء في ضربات القلب ولم يستجيب للأدوية والعلاجات في الحالة دي ممكن دكتور القلب يركب له منظم لضربات القلب بيس ميكر ويبقى كده خلصنا الحلقة بعض المصادر هسيبها لك تحت أسفل الفيديو وفي النهاية أحب أشكركم متنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم